أيضاً ذكر الدكتور عدنان إبراهيم السفيه إنه كان في علاقة غرام بين عائشة وطلحة قال قبل ما الرسول كان يحبها كان في علاقة بتاعت غرام قال أنا قلت إنه طلحة كان يحب عائشة قبل ما يزوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت صغيرة لأنها كانت بنت عمهي قال وذكرت أنا في درس التفسير إنه طلحة قال لو مات النبي تزوجت عائشة يعني كان بيتمنى إنه النبي يموت عشان يزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاه ورضي الله عن طلحة وأرضاه قال وتكرر هذا التمني أكثر من مرة قال طلحة قال دايماً كان بيقول كده يقول لو حدث شيء يعني لو مات رسول الله لتزوجته عائشة طلحة وعائشة طلحة وعائشة إنه كيف أنا قلت إنه إيه؟ إنه طلحة كان يحب عائشة يتزوجها لما كانت صغيرة أو قبل قبل ما النبي يتزوجها بنت عمه لأنا عائشة بنت عم طلحة وبعدين نبي تزوجها وذكرت أنا في درس التفسير عاد إنه طلحة قال لو مات النبي تزوجت حائشة والكلام دا كلام باطل وكلام فارق أنكروا الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أنكر الكلام دا والآثار دي بعد ما نقل شيء منها أنكر قال دا كلام باطل ما صحيح عن طلحة قال وما كان لكم أن توذوا رسول الله الآية ونزلت أزواج أمهاتهم قال القشيري أبو نصر عبد الرحمن قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشر الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء في نفسه لو توفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة وهي بنت عمي قال مقاتل هو طلحة بن عبيد الله قال ابن عباس وندم هذا الرجل على ما حدث به في نفسه فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس بسبب الله وعتق رقيقا كثيرا فكفر الله عنه وقال ابن عطية روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قالوا لو مات رسول الله لتزوجت عائشة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذى به هكذا كن عنه ابن عباس ببعض الصحابة وحكى مكة عن معمر أنه قال هو طلحة بن عبيد الله قلت وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة ولا يصح ولا يصح قال ابن عطية لله در ابن عباس وهذا عندي لا يصح على طلحة ابن عبيد الله قال شيخنا الإمام أبو العباس وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله والكذب في نقله وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بي سلم وحفص بعد خنيس ابن حذافة ما بالمحمد يتزوج نساءنا والله لو قد مات والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فنزلت الآية في هذا فحرم الله نكاح أزواجي من بعده وجعل لهن حكم الأمهات وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته صلى الله عليه وسلم إذن القرطبي نقل عن السلف إنه الآثار دي كل ما بتصح عن هؤلاء السلف وده ما كان طلح أصلا ابن عبيد الله الذي قال وإنما هؤلاء المنافقين وهو أشبه بحال المنافقين